مرحبا بتمنى تكونوا بخير اليوم رح نعمل سينامون رولز بايتز كتير طريقتها سهلة ولا ألز وما بحاجة لا حتى نخمرها وقت طويل ولا حتى نعجنها ما بده شي بكل سهولة بكل بساطة فينا نحضر أطيب وأسهل سينامون رولز بايتز وطعمتها كتير طيبة وهشة من جوة مثل القطن عجينتها ولا ألز بتمنى تستمتعوا معنا وانتوا عم تشوفوا كيف رح نعمل قطيب سينامون رولز بايتز أول خطوة رح أخذ نصف كوب من لطحين رح ديف فوقه نصف كوب من الحليب الدافئ ما يكون سخن كتير لأنه بتقتل مفعول الخميرة رح ديف فوقه مع الأكبيرة من السكر الأبيض ونصف مع الأكبيرة من الخميرة رح قلبون كتير منيح مع بعض وأكيد كل المقادير رح تلاقوها مكتوبة بالتفصيل تحت الفيديو بسندوق الوصف رح حرقون كتير منيح لحد ما أتأكد أنه كل المكونات دابت مع بعضا ما بحرقون كتير لأن الخميرة بدأ لحالة تاخد وقتها لحتى تعمل مفعول رح أتركها بس عشر دقايق ترتاح ومن بعدها منشوف كيف رح نكفي وصفتنا سوا من بعد عشر دقايق بس صار معنا باقي منك ما تلاحظوا أي فرق بس ريحناها رح ديف فوقه معلقتين كبار من الزيت ورح ديف فوقه نص كوب من لطحين لأن العجينة كلها بتاخد كوب من لطحين حطينا نص قبل ونص هلأ ورح ديف كمان ربع معلقة صغيرة من البايكينج باودر وربع معلقة صغيرة من الملح هلأ رح قلب كل هالمكونات مع بعضها بس تقلبون مضبوط رح تلاحظوا أنه صار عندكم عجينة بكل سهولة وبساطة بدون حاجتكم لتعجنوا ولا رح حتى تستعملوا عجان حتى بالمعلقة مثل ما شايفين عم قلب رح تلم على بعضها كل ياتا بدأ قايق ورح نحصل على أسهل عجينة ما بدها لا عجن بالإيد مجرد بالمعلقة مثل ما شايفين إذا عزتوا رشة طحين بسيطة بس حسب نوع لطحيني اللي عندكم وبتطلع عندكم عجينة بهيدا الشكل بس ما تنشفوها كتير وتزيدوا طحين عليها كتير بتبطل تطلع طيبة تطلع العجينة ناشفة نحنا بدنا إياها خفيفة وهشة مثل القطم هلأ عندي هون معلقتين كبار من الزبدة الدايبة ضفت فوقهم تلت كوب من السكر البنة ومعلقة كبيرة من القرفة رح حركن كتير منيح مع بعض أهم الشي تكون الزبدة سخنة لحتى تسهل علينا الخلط بهيدا الشكل يعني شبه حشوة السينامون رولز العادية تماما هلأ العجينة والحشوة صاروا عنا جاهزين عندي هون سنيم حضرتها علي ورقة زبدة رح أاخد من العجينة بهيدا الشكل متل ما شايفين كتير سهل نتعامل مع العجينة رح أعملها على شكل طابي وهلأ رح نزلها بخليط الزبدة والقرفة والسكر البنة رح غطسها ورح أخليها كلية تتعوم من الزبدة والسكر والقرفة ورح شيلها على الصنية ورح كف كل الكمية بنفس الطريقة متل ما شايفين صاروا جهزين يفوتوا على فرن حامل على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقايق فقط ومن بعد ما طلعتم من الفرن ريحتهم ولا أشهى بتمنى تكونوا حبيتوا وصفتنا لليوم والسهلة والسريعة بتتقدم هيك وبتتقدم كمان مع رشة من الحليب المكسف المحلع للواجه أو حتى فيكن تحطوا أي نوع حلا على الواج فيكن تحطوش رشة سكر بودرة أو رشة سوس شوكولا أو حتى رشة سوس كرامال حسب ما انتو بتحبوه بس هي لذيذة كتير بتطلع مع الحليب المكسف المحلع متل ما شايفين بهيدا الشكل بتمنى تكونوا حبيتوا وصفتنا صحتين ترجمة نانسي قنقر